إلى كلمة الرئيس الأمريكي جو بايدن في الأمم المتحدة احتمالات كثيرة فقدنا كثر في هذه الجائحة وتواصل حظها للأرواح وتؤثر كثيرا على وجودنا نحن 4.5 مليون نسمة فقدناهم من كل الدول ومن كل خلفية وكل وفاة هي عبارة عن ألم فردي لكن الألم الذي نتشاركه يذكرنا بأن المستقبل المشترك يجعلنا كلنا مسؤولين وأن نتحرك معا سيدتي وسادتي هذا خيار ملح نواجهه اليوم في هذا العقد الحاسم لعالمنا عقد سيحدد مستقبلنا كمجتمع دولي تهدده أزمات جديدة وفرص كبيرة إن تمكننا بإرادتنا وحزمنا من انتهاز هذه الفرص سنعمل معا لإنقاذ الأرواح ولهزيمة الكوفيد-19 في كل مكان واتخاذ الخطوات لنكون مستعدين لأي جائحة أخرى إن كانت هناك أخريات وأن يكون لدينا أدواتنا المفيدة التي نستفيد منها في مثل هذه التهديدات من مثل المناخ الذي تبعاته تؤثر على العالم بأكمل الجو القاسي وأيضاً الفيضانات والحرائق والعاصير وأيضاً والجفاف كل هذا يعزز أهمية حقوق الإنسان واتحادنا لهدف البشرية ونطبق كل ما يساعدنا في تنفيذ مثاق الأمم المتحدة والإعلان الدولي لحقوق الإنسان الذي يساعدنا في رسم استخدام التكنولوجيا الجديدة وردع التهديدات الجديدة أو نجعل هذه المبادئ الدولية خاضعة للتحريف في مساعي أطراف عدة للحصول على القوة والسلطة في هذه اللحظة علينا أن نختار هل نحارب من أجل مستقبلنا المشترك وإلا نفعل سنتراجع وتتدهور أممنا في الأعوام القادمة نحن في نقطة تاريخية مهمة وأنا معكم اليوم لأطلعكم كيف تنوي الولايات المتحدة للعمل مع حلفائها وشركائها لمواجهة هذه السلطة السياسية كيف سنجيب عن هذا السؤال هل سنختار الكفاح من أجل مستقبلنا الجماعي ما سيكون له أثر على الأجيال المستقبلية برأيي نحن في نقطة حاسمة في تاريخنا وأنا هنا اليوم لكي أتشارك معكم كيف تنوي الولايات المتحدة أن تعمل مع الشركاء والحلفاء للإجابة عن هذه الأسئلة إدارة الجديدة ملتزمة بتوجيه العالم نحو مستقبل مشرك وأكثر سلما لكل الشعوب عوضا عن الاستمرار بحروب الماضي نحن نوجه انتباهنا على تخصيص الموارد لمواجهة التحديات التي يعد تجاوزها أساسيا لمستقبلنا خلال هذه الجائحة علينا أيضا أن ننظر في أزمة المناخ علينا أن ننظر في دور العالم حول مساء الهامة مثل التجارة الحيز السيبراني والتكنولوجيات الناشئة وعلينا أن نواجه خطر الإرهاب أنهينا عشرين عاما من النزاع في أفغانستان وفيما نغلق هذه الصفحة نفتح صفحة جديدة من الدبلوماسية ونستخدم سلطة المساعدة التنموية للاستثمار في طرق جديدة للنهوض بالناس من حول العالم للدفاع عن الديمقراطية لكي نثبت مهما تعقدت وتشعبت التحديات والمشاكل الحكومات من الشعوب والشعوب هي أفضل طريقة لتنفيذ الوعود لكل الشعوب وفيما تركز الولايات المتحدة على الأولويات وعلى مناطق العالم التي ستؤثر على حاضرنا ومستقبلنا سنفعل ذلك مع الشركاء والحلفاء وستنتعاون مع المنظمات متعددة الأطراف مثل الأمم المتحدة لتعزيز الجهود وتحقيق تقدم في معالجة التحديات الجماعية الحقائق الأساسية للقرن الحادي والعشرين وكمجتمع دولي إن نجاحنا مرتبط بنجاح الآخرين علينا أن ننفذ الوعود لشعبنا ولكن في الوقت ذاته علينا أن نتواصل مع باقي دول العالم لنحرص على مستقبل المشرك للجميع علينا أن نعمل مع الشركاء من أجل هذا المستقبل المشترك إن أمننا وازدهارنا وحريتنا هذه كلها مترابطة الآن أكثر من أي وقت مضى برأيي وبالتالي أعتقد أنه علينا أن نعمل معا الآن أكثر من أي وقت مضى خلال الأشهر الثمانية الأخيرة أعطيت الأولوية لعادة بناء التحالفات والشراكات واعترفت بأهميتها لأمن الولايات المتحدة وازدهارها المتواصلين أعدنا التأكيد على تحالفنا المقدس مع النيتو وعملنا مع الحلفاء على مفاهيم استراتيجية جديدة تساعدنا في مواجهة التحديات اليوم والمستقبل كمنا بتجديد التزامنا مع الاتحاد الأوروبي الشريك الأساسي في مواجهة عدد من المسائل الأساسية التي تواجه عالمنا اليوم كمنا بالنهوض بالشراكة بين أستراليا والهند واليابان والولايات المتحدة لمعالجة تحديات تشمل الصحة والأمن والمناخ والتكنولوجيات الناشئة تواصلنا مع المنظمات الإقليمية من أسيان إلى الاتحاد الأفريقي إلى منظمة الدول الأمريكية لنركز على احتياجات الناس لصحة فضلة ونتائج اقتصادية فضلة عدنا إلى طاولة الحوار في هذه المنظمات المتعدية للأطراف وبشكل خاص هنا في الأمم المتحدة لنركز على الجهود الدولية لمعالجة التحديات المشتركة نعيد الانخراط في منظمة ثحة العالمية ونعمل بشكل وثيق مع كوفاكس لتقديم لقاحات منقضة للأرواح حول العالم عدنا وانضممنا إلى اتفاقية باريس بشأن المناخ ونحن سنرشح نفسنا لمجلس حقوق الإنسان في العام المقبل وسوف نقود بحسب الجهود التي نبذلها بحسب أعمالنا وليس فقط أقوالنا أعلم أن الولايات المتحدة ستستمر بحماية نفسها وحلفائها ضد التهديدات الإرهابية وسنستخدم القوة عند الضرورة ولكن لحماية مصالحنا الوطنية الأساسية هذا مهم والمهمة يجب أن تكون واضحة وعند الأمكن يجب أن نعمل مع الحلفاء والشركاء إن القوة النووية يجب أن تكون آخر ملاذ وليس الخيار الأول يجب أن لا تستخدم كحل لكل مشكلة نواجهها حول العالم بالفعل اليوم الشواغل الأساسية التي تواجهنا لن تعالج من خلال قوة السلاح القنابل والصواريخ لن تحمينا ضد كوفيد تسعة عشر أو أمراض مستقبلية لمواجهة هذه الجائحة نحتاج إلى قوة العلم والإرادة السياسية نحتاج إلى التحرك الآن بأسرع وقت ممكن وأن نكون بتوسيع الوصول إلى الأكسجن ترجمة نانسي قنقر